اشتركوا في القناة ادي له حياة وعمر ومتقلب بين امواله يعني قاعد يفكر كل يوم في مشاريع ويشتري ويبيع وياخد حتى لو بطرق يعني مش مزبوطة لو الانسان ده تعرض فجأة لخطر الموت باي طريقة في امراض او اوجاع او الام او حتى شاف حد انسان بيموت في سن صغير قصاده فده بيبقى وضع صعب عليه جدا نفسيا انه هو يحس انه هو ممكن هيفقد كل ده في وقت واحد يعني كده باختباء الانسان المسيحي حتى لو ربنا بيدي له كتير فهو بيعيش كل يوم بعطاء وبسخاء العطاء للاخرين وبيشري كتير في الخير اللي ربنا ادهوله فبيعيش الفرحة الحلوة مع الجميع وفي نفس الوقت بيكنس كتير لنفسه في الابدية زي مقال معلمنا بولس ووصل اغنياء في تيموثاوس الاولى صح 6 الاوصل اغنياء في الزمن الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى يعني الغنى مش يقيني مش حاجة احنا شوفنا دوقتي العالم كله بيكتاز وباء وكل حاجة في لحظة في يوم كل حاجة انتهت للأسف عند الناس كتير يعني ربنا عود كل اللي خسر بس الموضوع مسهل وموضوع صعب جدا بتكتازه مش بس البشر لكن شركات كبيرة عملاقة ما قدرتش تقف وتصمد قدام الحاجات الصعبة دي فعشان كده الانسان ما عندوش يقينية غير يقينية الغنى لكن يقينية الامان بربنا يقين الالتصاق بالله وفي نفس الوقت العطاية اللي ربنا بيدهاله بيشرك فيها اخرين فبيعيش بالعطاء والحب لكل الناس فبيعنده رجاء في الابدية ان هو الوزنات اللي ربنا ادهاله هو كان امين فيها وفرح ناس كتير حواليه بعطية ربنا ليه فيبقى متطمن من ابديته متطمن من ايامه على الارض لو انتهت في اي وقت لكن انا لو عايش لنفسي بس فيه انانية صعبة وفيه جشع وفيه ظلم للناس وفيه باخد بقى طريقة وفاكر ان فلوسي كتير اللي انا عايش بيها والارصده بتاعتي والممتلكات بتاعتي دي بتخليني انام مرتاح وعيش في سلام ذائف فعشان كده النهاردة بيحذرنا في صفر يشوى ابن صراخ صح 41 آية واحد بيقول ايها الموت ما اشد مرارة ذكرك على الانسان المتقلب في السلام فيما بين امواله لالهنا كل مجد وكرمال ابد امين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر